وكيف قلنا رديما سوف نتحدث عن السيارات سوف نتحدث عن مطار كارتغريز نفس الإجراءات يعني مطار كبار سوف نفس الإجراءات بسم الله السلام عليكم اليوم سوف نتحدث عن شراء السيارة من مدينة أخرى يعني المشاري في مدينة والبائع في مدينة بعيدة كيف سوف يقوموا يتباعوا وتشارعوا المشاري كذلك قبل هذا سوف نتحدث عن الإجراءات العادية يعني الإجراءات التي يكون البائع والمشاري في نفس المدينة لكي نتحدث عن مدينة بعيدة نتحدث عن الحالات الخاصة إذن كتذكير قلنا أن أول إجراء في البائع هو لا فيزيت الفحص التقني هو الذي يبيلنا هذه السيارة في حالة جيدة مرحبا أو لا فإذا قلنا العقد وقال يزيناه وخلصنا وقومنا بإجراء الفيزيس فهذا مشاريع يجب أن يصبح مدينة أمام الملكية وكان يملك وكذلك البائع اذا طرق لا يستعمل لفيزيس من بعد يجب أن يطلع المشاري ويقول لها لم أفتح لي وقرصة لا يجب أن يكون لديه ولم يجب أن يتفهم مع هذا السيد يعني المصلحة البائع والمصلحة المشاري اول اجراء في البيع هو الفحص التقني تاني اجراء هو اننا كان قليزيو العقد اللي كان نخرجوه من الموقع الجديد لتغيير الملكية وخاركين بعض الحالات اللي ما زال كيددارو في سيرفيز ديمين يعني كدار لهم الكارتونة من بينهم كارت غريز الى كانت باري يعني كانت السيارة مشرية بالمصارفة يعني مشرية كريدي كذلك حتى الشركة والشراكة والواراتة راكين في السيستيم ولكن ما زال بعض المدن كيقبلهم في سيرفيز ديمين اذا قلنا انه كان الفحص التقني هو اللول من بعد العقد ديال البيع مغاليزي سواء كانت كارتونة او كان خارج هذا العقد من الموقع الجديد لتغيير الملكية من بعدها كنخلص الخيل وكنخرجو شهادة الاداء كنزيد عليهم فوتوكوبيد لكارت مغاليزية ديال صاحب السيارة وديال المشاري واذا كانت وكالة راك نزيد مع هادشي الوكالة الاصلية وفوتوكوبيد لكارت ذي الشخص اللي عنده الوكالة وكنزيده بطبيعة الحال كارت غريز الاصلية وقد يدفع المشاري هادشي كامله فالباريد كاش اذا كنخرج هاد الوراق من السيفير يعني يخرجهم من الموقع راك يدفع فباريد كاش اما اذا دار الكارت هنا راك يدفع سيرفيز ديمين اللي تابع عليه الكارت ديالو فاوخه تكون في كازا وبطي تدفع را اذا كنت في البرنوسي يجب ان تدفع في البرنوسي اذا كنت في الحي الحساني هذا كيف قلنا في حالات اذا كانوا في نفس المدينة وكيف تنقول يعني ما الافضل من بعد ما تقالي زي انتك بائع مع المشاري وشد فلوسك ما تتفرق معه حتى يدفع الدوسي وشد الروسي ديالو باش تكون مهني وملاحظة اخيرة قاعد باش ندزل موضوع الفيديو اللي في العنوان هو انه المصاريف ديال تغيير الملكية راك يخلصها الشاري لانه دوك الاجراءات او دوك الوثائق لكي يخرج راوثائق ديالو هادو خاصين بالملف ديال تغيير الملكية الخاص به وكل بسميته يعني لا فيزيت كدو وزاب تلتمية الدرهم باسمه والخيل كذلك راك يخرجوا باسمه وفاش يخرجوا دوك الواجبات ديال تغيير الملكية يعني الواجبات ديال الخلاص دلخيل باسمه راك يخلصهم هو والخلاص دلخيل كيف قلنا كينة 350 درهم الخازينة زائد 50 درهم لكل خيل بحيث اذا كانت ستاة الخيل ستكون 655 درهم سبعات الخيل 655 تمانية الخيل سبعمية وخمسة درهم وكل ما زدنا خيل سنزيده 50 درهم وبالنسبة لصحاب دراجات النارية راك يخلص لخيل بخمسين درهم ولكن ادنى دراجة او ادنى خلاص هو 100 درهم الخيل يعني كينة 350 درهم الخازينة ولكن اذا كان الموتور فيه واحد الخيل راك لا نخلصه 50 درهم لانه ادنى ثمان ديال الخيل بالنسبة للموتور هي 100 درهم يعني واحد الخيل وجود الخيل راك عندهم نفس الثمان وهو 450 درهم يعني واحد الخيل سنخلص لهم 100 درهم زائد 305 درهم الخازينة وجود الخيل سنخلص لهم 100 درهم زائد 305 درهم الخازينة يعني 450 درهم اذا كانت ثلاثة الخيل سنخلصه 455 درهم كانت اربعة الخيل 505 درهم ونزيد كل ما زائدنا خيل سنزيده 50 درهم على يعني التمل اللي قبل وكيف قلنا راديما كنهضره على السيارات نرى نفس الشيء على المطر ديال كارت كريز نفس الاجراءات يعني المطر كبار نرى نفس الاجراءات ديال السيارة إلا هذا ديال الخيل الواحد سنخلص نفس الخلاص ديال جوج ديال الخيل دابا ندوز للمشاكيل ديال البعد ديال الإنسان في المدينة وبغي شري من مدينة اذا على بركة الله نهضر على موضوع ديالنا فانتها تكون ساكن في مدينة وكيف تريد مشي المدينة أخرى تحاول تزرب في الوقت وهذا لم يزيد يعني الإنسان اللي بغي شري راكي يشوف الطموبيل فلوي كانت متعلان ويتفهم معمولها على نهار اللي سيصلح لهم بجوج لكن بعض الناس يريد أن يشري ويبيع في نفس الوقت وأغلبية يأتي في نهار اللي لم تكن تعمل لفزيت ولم تعمل لبنك وهذه القضية لبنك مهمة لم يزال أرجع لها في الأخير لماذا أهدرت على البنكة؟ فأولا لفزيت فإذا كانت تعمل لفزيت ولم تكون لفزيت ولم تعمل لك ستكون هناك مشكلة وكذلك أنت كبائع إذا أعطيت لفزيت طموبيل ويتخلصي ووصل إلى المدينة ويجب أن يجب أن تعمل لفزيت ستكون هناك مشكلة يعني لا تعمل لفزيت وكذلك ينصب هذه الطريقة كما لا تشتر معك في الطموبيل وكذلك يقول لك لا يمكن أن تعمل لفزيت سأعرف كيف أم سيقف فيك لكن في المدينة سيبدأ أن يقول لك سأخسرني الطموبيل ستكون الموتور إلى ذلك وردته فلوسي وذاً ، لا يريد أن ترده فلوسه وإنما يريد أن يأخذ منك فلوس يعني لا يمكن أن تأخذ 3500 درهم لا يمكن أن 10000 درهم ولكن ما يقدر عليه أن يكون أجابه ممارك ما يمكن أن يكون أجابه يكون مهم هو أن يمرضك لكي يأخذ منك فلوس لهذا يرضى يعني يأتي المزروب كما تبدأ في الطموبيل لا تغطع يقول لك أتحرك ومعه لا تدحرك عرض وأستخد منك لا تتاقش لأنه كل من يريد أن نصب بهذه الطريقة هذه إذن النقطة الأولى لما تكلمنا هي أن تأكدوا أن الفيزيت تعمل في المدينة مثلا إذا جئت بالسبت ترى المدينة وما تعمل فيها الفيزيت بالسبت وما ترى وما تعمل بالسبت هذه النقطة الأولى نرى الإدارات والفحص تقني وما تعمل ثاني شيء وهو السيرانس يعني عندما نشري هذا الطموبيل كانت تصل بهذا صاحب السيارة في التليفون تقول له لا جاب الله وشريت منك السيارة غدا تفاهمنا وقال يزينا سوف نعود الطموبيل إلى المدينة لأنه لا يمكن أن تقطع السيرانس حتى تدفع الدوصي في مدينتك إذا كنت تأخذ الطموبيل من هنا لا يمكن أن تقول له أعطينا السيرانس سوف نعود الطموبيل هو يعطيك الحل إما يقول لك السيرانس إذا قلتك انت تشهر وتحرك به أو أن تقول لك انت تقوم عليه وانا تقوم عليه وانا تقوم عليه أو أنت تجعل الطموبيل في المدينة في مدينة ومساعدت لأراجع إلى المدينة ونرى المدينة وستصل على المدينة وتخلصه وتقوم عليه وانا تتعطينا أو أعطاني في الإلغاء أو مشاكل أخرى إذن تفاهموا على أي شيء تستطيع توقع من بعد لكي نأتي ونكونوا مقادلين ليس لكي نعطيه الفلوس لكي نقولوا أعطاني السيرونس أو أعطاني هذه أو أعطان هذه إلى غير ذلك المسألة الثالثة هي ديال الأداء يعني عندما نأتي نقول الإنسان في حالة إذا تفاهمنا كيف سنأتي نخلصك يعني يعني لأنه عندما يأتي الاخر يأتي معه وتشاريك يقول لك هكذا الشيك هذا وهي الويكند وهذه طريقة من نصبه أخرى يقول لك هكذا الشيك تقول لك أنت ضيعت وقتك وكتسناه إلى غير ذلك يعني لم تفاهمتوا على ما يحوي تأتي الاخر وكيف سيبدأ لك هذه المسائل وأحسن شيء لك تنتكى مشاري هي لا تعطي لبائع الفلوس للدو إنما تدوزهم لي في الحساب لكن تستطيع أن تدوز لك الفلوس في حساب لك هذه في حالة لك أنت البنكة حالة يقول لك أن لا تدوز لي في الحساب أعطني الفلوس للدو وأنا لماذا أقول لك أن الحساب يدوز للقام لكي يبقى لطراس لكي يوقع شيء مشكلة من بعد وكنت مضطر أنك ترجع لي طموبيل حتى هو يرجع لك فلوسك لأن وكي تشري منه طموبيل وكي يدوز لي في الحساب ويقع شيء مشكلة يقول لك الرد لك خمسة قابل أم لا قابل إذا لم يقابلته لا يقابلته لهذا الزق الماء وكي يضيف مليون في جوج في ثلاثة بسبب أنه لا يوجد لطراس أما البنكة يكون شفية لأمل أن تشد هذا الإنسان تجيب علي الحججة أنا أعطيته ثمان الفلاني هذا الشيء لكي يعني يجب أن نرد البال لثلاثة المسائل لا فيزيت ونرد البال لا سيرونس أو كيف نجلب طموبيل وكذلك طريقة لكي نخلص هذا الشخص وآخر ما والمهمة بثثة هي العقد البالي هذا العقد البالي سنرغب المستبر من الأحسن أن يخرج قبل أن نذهب إذا إذا إخزتها كبائع العقد يكون جيد في تجربة المشاريع وكي تتواجع تتواجع ونرى العقد وكي تتواجع وكي تتواجع وكي تتواجع العقد لا يمكن أن تتواجع لكن لكن إذا جاء لديك الشارع من المدينة وانت ضيع لديك النهار كالتسنة وهو ضيع نهار و جاء لديك تقدروا تدوز لفيزيت وتضيع لديك 300 درهم لن يخلص المشارع وتشعر لديك الكثير من المدينة ترجع لديك الكثير من المدينة وماذا يوقع؟ أولا ممكن أن تجدوا وانتظر لديك الكثير من المدينة التساويات أن تجدوا أرأي سيرفوني تقدروا مرة لديك دور الدخول للموقع وقد رأيته فيديوهات السابقة ونتظروا لهذا نهاركم كذلك قد يكون مشكلة في سائر السرق وإذا كانت لديك كل شيء مريغ يمكن أن يجد لديك مشكلة لديك ميزاج يقول لو تقوم بالحجز مثلا شيء ضريبة ما تقرأت أو يجد لديك مشكلة لأن المعلومات التي تدخلتها غير مطابقة للنظام المعلوماتي المعلومات الصحيحة ولكن لا يقرأ السيستم كذلك كالشريء يمكن أن تأتي وضع هذا البائع دائجة طلب لبيع ويظهر لكم أنه المركبة السابقة كانت موضوع طلب بيع ويقول لك الثاني أن نقوم بكاردونة أو نقوم بكاردونة وصير المدينة لأمور وعندما تصل إلى المدينة تجد مشكلة أنه سيكون ضروري إلغاء لديك الطلب القديم ويقول لك أنك تدفع الأمور فمدينتك هذه هي وكالة وصيرت المدينة وصير كل شيء تجد مشكلة في المدينة اما مشكلة في الوراق اما مشكلة في الفيزيس وتجد رأسك تجد المال هذا صاحب السيارة الذي يريد لك هو أول شخص يرفض الوكالة بما أنه يعرض لك الوكالة يقول لك أن يصير وكالة مدينتك أو يقول لك أن يصير وكالة مدينة سيقص على الفيزيس وكالة وكالة تغيير الملكية هذا هو رفخ هذا السيارة ليس بقي فيه وانتك تكون ذاكي بما أنت شارية طموبيل بـ 8 مليون أو 9 أو 10 مليون ونريد أن تشطر على 1000 درهم لك تبع إذا أنت تغيير الملكية وكالة تحديد مدينة وكالة تبدل ويوقع لك مشكلة تكتشفه أو ممكن تضرب إذا أنت 11 شهور أو عام أو عامين سواء تقلب في سميتك أو تبيع الواحد خار وتلقى راسك تحت في الفخ وكالة يرجع لك فلوسك وكالة تشتر على 1000 درهم ومشأت لك 10 ديال المليون وحد هنا لدينا توقفه لكي لا نكتروش عليكم واللي مفهم شي حاجة يتصل أو لحتى شي واثقة مرحبا به هذا رقمي واللي يريد أن نقدر الأمور من الأول حتى الأخير مرحبا في أي وقت